ستبقى مشمسة تماما على المدن السحلية الوسطى وحتى الشرقية لكن أجواء الشبه الرعدية فيما يقص السواحل الغربية بالجل مناطق الداخلية الغربية في الأجواء ستبقى مغشى جزئيا على بعض الرعود المنعزلة التي ستكون مرفوقة بأمطار الرعدية هذا على المناطق الداخلية الغربية احتمال تشكل لبرد هذا النشاط الرعدية سيمتد إلى شمال الصحراء ومناطق الجنوب الغربي للوطن أقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتاسيلي خلال هذه الليلة ولصباح تلغى درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 21 إلى 26 درجة بشمال الوطن لنتتعدى 31 بشمال الصحراء 32 بورقلة 34 درجة بأدرى 33 بإنسالح 27 درجة بتندوف 8 ستجانت لتقارب 35 درجة بأقصى الجنوب ظهيرة الغد بحول إلى درجات الحرارة القصوى لتقارب 40 درجة بتزوزو غليزا شلفو معسكر 34 درجة بالجزائر العاصمة 33 بأنا بسكيك دا قلمة 35 درجة ببتلة والجلفة 33 درجة بالبيوت 39 بتلمسان لنتتعدى 40 درجة فيما يخص ولاية بشار غردايا الواد بسكرات 40 درجة بورقلة 45 درجة بأدرار بوربجي مختار 40 درجة بإنصالح إنكزة 38 درجة فيما يخص تامنة راسد وجانت اللي ملاحة والصيد البحري نهار الغد فالبحر سيبقى هادة هذا على السواحلة الشرقية سرعة رياح ضعيفة لنتتعدى 20 كم في الساعة قليل الاتراب على السواحلة الوسطى والغربية سرعة رياح معتادي لا يمكن أن تصل إلى 40 كم في الساعة ورياح ستأتي نظمنا تسيارات شرقية شمالية شرقية آسفالة الابة شيطوه جن Süen قليل